يقول لك ايه رأى فيها نهران بطنان ونهران ظاهران عند سدرة المنتهى البطنان اللي هو الكوسر وايه والسلسبيل الكوسر والسلسبيل دول من انهار الجنة كويس الكوسر بيصب في حوض النبي اللي احنا حنشرب منه يوم الايام يعني حوض النبي الايه مليان منين من الكوسر اللي يملأ ماء ايه كاللبن تهمت ازاي مش زي مية النيل مية النيل لونها مية وبتبع مع الكار عشان فيها طمي لا ماء الكوسر حوض النبي ايه احلى من اللبن بالعسل ومش كده وبس ماء النيل تشرب منه وتعتش تشرب تاني لكن الكوسر تشرب شربة واحدة ما تزمقش تاني ابدا طب وتشرب تاني ليه مش عشان الزمق للتلزز بس اهل الجنة ما يعتشوش لكن يشربوا للزة ايه الشرب فقط لكن ما يشعروش بايه بحرقة العطش فهمت بقى فيبقى ايه سدرة المنتهى يخرج منها نهران ظاهران وبطنان زي ما اتفقنا اللي بيمضوا في الجنة اللي هو ايه الكوسر والسلسبل وكل هذا يأتي في حديث المعراج ان شاء الله طبعا هي حديث المعراج حنوعد فيه عدة حلقات لما نعيش بقى المعراج ان شاء الله لما ييجي دوره فكان هذا ادل دليل على ان القدرة تحجب ما شاءت كان بواسطة او بغير وسطة وتبدي ما شاءت كان بحجاب او بغير حجاب يعني الامور كلها اذا اراد ان يبديها يبديها فلا يمنعه مانع واذا اراد ان يغيبها عنك فلا يمنعه مانع